يعني مثلاً الحاتم الطائم مشهور بالكرم أي حاجة تيجي الكرم يقوله حاتم الطائم الكرم الحاتمي مثلاً الكرم الحاتمي فكانوا بيعلوا هذه إعلاء قيمة النخوة والشهامة والمروءة والنجدة بيشجع الناس أن هي تعملها أنه بيحسس أن الحاجة دي متقدرة لكن لو ما تقدرتش تموت وده الحقيقة من الحاجات اللي خلاها تموت ده بالعكس بقى ساعات ده أنت عارفة أن فيه عندنا شوية أمثال شعبية تقتل أي نخوة في نفس أي حد مثلاً يقولك إيه مثلاً يقولك إيه إن جه الطفان حط ابنك تحت رجليك شايفة؟ يقولك إيه يقولك عيش جبان تموت مصطور أو عيش نهدل تموت مصطور يقولك تاني إيه إيه اللي هيصطوره لما يبقى نهدل يعني مش بهم يعني صباح الخير يا جاري أنت في حالك وأنا في حالك يقولك مثلاً إيه إن قابلك لعمة كل عشاء أنت مش حن عليه من اللعما إيه العنف ده؟ إيه ده؟ إيه العنف ده؟ اللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع أمثال سيئة جداً سخيفة جداً سخيفة جداً ضد كل نخوة ومروقة وشهامة وحاجات كتير تانية أما أفتكرها أقولها في أثناء الكلام فدي زي فيروسات تغلغلت للبناء النفسي والاجتماعي طب إيه السبب يا دكتور؟ يعني إيه السبب أن دلوقتي الناس بقت تقولك لأ يعني زمان مثلاً كان دايماً يقولولنا إيه إحنا كنا نمشي في الشارع عيب جداً جداً إن حد يبص على حد ولا يتطفل على حد ولا يعيكس حد يعني ناس كلها تبصله بس يعني شزر كده اللي هو أنت إزاي بتعمل التصرف مشين بالمنظر ده كان الناس اللي في الشارع حتى اللي هو مش عارف مش عارف الست دي أو مش عارف البنت دي يروح يقول له يا بني أنت بتعبل إيه كان ممكن يتمسك ويروح استجنه يعني كان ممكن كان حاجة قوي قوي إن حد يبص على حد أو يتطفل بهذه الطريقة سواء بالمعاكسة أو غيرها دلوقتي بقى عادي ممكن يعني بتدايق جداً في أماكن وأماكن بصراحة يعني فيه برضو حالات لا لما بيشوفوا بنت بتتعاكس أو كذا الناس بتتدخل بس بقوا بيتدخلوا بنات كمان كمان معا مش بس الشباب بس فيه مواقف بتحصل بتبقى مدايقة جداً إنه مثلاً أشوف إيه ستة كبيرة مثلاً شايلة حاجات كتير ومعادي من قدام مثلاً جامعة أو مدرسة ما فيش حد بيشيل منها آآ ستة كبيرة ركبة مواصلات أو راجل كبير ركب مواصلات وشفتها حد يمكن صورها وبعتها لنا قبل كده إن الراجل واقف وشاب صغير طب الحاجات دي إيه ده راحت فين نكلم حدا أكبر مني يقول له أنت موت النخوة آآ مع أن الزمان كان يقول لك لأ محدش يقول لأ أكبر منك أنت اسمها حضرتك فيه حاجات كده مش موجودة يعني دي راحت فين بقى يعني في جيلنا لا يمكن أبداً كانت تبقى واحدة ستة وقفة أو بنت وقفة في أوتوبيس أو في قطر أو في مترو أو في أي حاجة من دي وقفة يعني مش وقفة وقفة بيعكسها كمان بيعكسها كمان فدي حاجة حاجة تانية الحريك بتقول لي بقى حد اشتركوا في القناة